صباح الخير ملود وصباح الخير لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر متواصلنا دائما معكم مشاهدين في هذا التغطية الإخبارية والمتواصلة على مدار الساعة منذ ساعات الصباح الأولى لترقب إنعقاد أشغال قمة الجزائر الفاتح وثاني من شهر نوفمبر رمزية التاريخ ورمزية المكان أكيد هي العنوان العريض لقمة الجزائر التي تحمل قمة لم الشمل العربي الكل اليوم يجمع على أن الجزائر بإمكانها أن تقود القادة العرب نحو توافق في عديد من الملفات المطروحة اليوم التي ستطرح كذلك على القادة العرب للحديث أكثر عن هذه القمة تطلعات وأمال العرب لقمة الجزائر يحضر معنا محمد شنيدي الإعلامي من السودان صباح الخير صباح النور وصباح الخير على مشاهدي قناة النهار وصباح الخير على كل الجزائريين في يوم استقلالهم المجيد بداية سيد محمد نتحدث اليوم عن قمة العربية في الجزائر وأهمية الملفات المطروحة إلى أي مدى سيسهم الدور الجزائري في توحيد رؤى أو خلينا نقول في إحراس توافق عربي حول أبرز القضايا المدروحة خلال هذه القمة بالنظر لمخرجات الاجتماعات التحضيرية والتي وصفها وزير الخارجية بالاجتماعات الناجحة طالما السيد وزير الخارجية وصف هذه الاجتماعات التحضيرية بالناجحة وطالما الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ذكر في تصريحات رسمية بأنه تم الاتفاق على الملفات ومشاريع القرارات المطروحة إذن هذا هو نجاح القمة نجاح القمة دائما يرتبط بتوافق اللجان الفنية والمندوبين الدائمين والوزراء الخارجية ليتم تقديمها وإجازتها وإعلانها رسميا من الجزائر نحن متفائلون وما شاهدناه نحن لنا في الجزائر حوالي أسبوع شاهدنا وتابعنا كل التفاصيل العلنية والغيرعلنية ولذلك هناك تفاول كبير ولا شك أن الجزائر نفسها لابد أن نشير لأن هذه القمة لها دلالات كبيرة أولا هي تاتي بعد توقف داما ثلاث سنوات ثانيا الظروف التي تمر بها المنطقة العربية فشل الدول في عدد من الدول العربية ثالثا التداعية الدولية التي انعكست بشكل مباشر على المنطقة العربية ورابعا رمزية الجزائر من من العرب لا يدري ولا يعرف رمزية الجزائر هذه الدولة التي لها تاريخ طويل في النضال هذه رمزية عميقة وتزاملت هذه القمة مع عيد الاستقلال أضف هذا الاستقلال بعدا جديدا نعم لهذه القمة طيب تحدثت عن مجموعة من التحديات التي تعقد أو خلينا نقول الظرف الزمني الذي يعقد فيه اليوم القمة العربية هل يمكن اعتبارها بأنها فرصة حقيقية للعمل بجدية مع الملفات المطروحة للقادة العرب ضمن أشغال القمة العربية طبعا إذا لم يتعامل القادة العرب مع هذه القمة بالمسؤولية الإقليمية على المستوى العربي يعني أقول بأن مثلا في السنوات الماضية كانت هناك دعوات للإصلاح داخل الدول ولم تتم ولذلك تجاوزت الشعوب العربية داخل بلدانها حكوماتها فيما يتعلق بالإصلاح الآن إذا لم تخرج هذه القمة بقدر تطلعات الشعوب العربية ستتجاوز الشعوب العربية جامعة الدول العربية وتمضي في تحقيق طموحاتها كما فعلت في عدد من الدول داخليا ولذلك هذه القمة الاستشعار المسؤولية فيها كبير وأعتقد حتى الظروف المحلية والدولية ما عادت جامعة الدول العربية هي جامعة الدول العربية قبل عشر وعشرين سنة ما عاد العالم هو العالم نفسه قبل عشر وعشرين سنة ولذلك هنا استشعار المسؤولية كبير جدا وأعتقد بأن القادة العرب تقى على عاتقهم مسؤولية ضخمة ولكن دعونا نتفائل بأنه هذه الظروف التي فرضت نفسها الإقليمية والدولية هي من ستقنع القادة العرب بضرورة مقابلة تطلعات شعوبهم وهذه الشعوب نفسها ما عادت هي الشعوب قبل عشر أو عشرين سنة هذه قمة استثنائية وهذه قمة لها ما بعدها وهذه قمة تاريخية في تاريخ قمة جامعة الدول العربية أشكرك جزيلة شكر سيد محمد شنيدي الإعلامي السوداني شكرا لك على كل هذه التفاصيل تفضل؟ دعيني أذكر واحدة من أسباب نجاح هذه القمة كما ذكرت أنا نحن فريق تلفزيون السودان لنا أسبوع في الجزائر العاصمة لا بد أن نضيفها البعد الإنساني للإنسان الجزائري هذا الإنسان الجزائري هذا شعب نبيل هذا شعبي جميل هذا شعبي يعني يحمل قيم عظيمة وأحاسيث ثورية مختلفة لا بد أن يعني أعبر عن مشاعر الداخلية تجاه هذا الشعب الجميل شكرا لك نحن نرحب بكل ضيوف الجزائر إن شاء الله قمة ناجحة بامتياز وتكون عن مستوى تطلعات الشعوب العربية شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين كان هذا ضيفنا في انتظار نلتحق بنا مجموعة من الضيوف لمتابعة هذا الحدث العربي كما تتابعون أعين الكاميرا صوب المدخل الرئيسي نترقب وصول المشاركين في قمة الجزائر كاميرات وسائل الإعلام الوطنية الصحفة العربية وكذا الأجنبية تتابع لحظة بلحظة لمجريات انطلاق القمة العربية الفاتح من شهر نوفمبر مشاهدين كان هذا ما لدينا لحد الساعة وأكيد سنوافقكم بتفاصيل أوفة بضيوفنا مباشرة من قصر المؤتمرات والآن نعود للزميل الملود والاستكمال التغطية الإخبارية المتواصلة على قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر تفاصيل هذه القمة ستكون طبعا حاضرة من كل زواياها للمشاهد الجزائري أشكرك زميلة